ببتدي اسبت مضرب التقليب هضيف السكر واضيف الزبدة وتبقى عندي لينة بهالشكل هدا ببتدي هلا اخفق الزبدة مع السكر لغاية ما يصير عندي الخليط هاش بخفف هلا السرعة وبضيف بيضة ورجع اجهز البيضة الثانية نضيف شوية فانيليا برضو بخفف السرعة واضيف البيضة الثانية أثناء ذلك اجهز خليط لطحين هحتاج نصف ملعقة صغيرة من الباكينج باودر هضيف هون ربع كوب من النشا هنضيف مقدار لطحين وابتدي اخفق على سرعة بطيئة الجينة هلا اصبحت جاهزة طريقة التشكيلة كتير بسيطة هاخد قطعة من العجينة على شكل كرة اعملها بايدي اعملها قرص بهالطريقة وحطها مباشرة في الصونية واذا عندي بضع حبات من لزبيب ونبتدي نشوف اشكال اخرى اسبت اداة تشكيل البسكوت ابتدي اخد العجينة واحطها في داخل الجزء المخصص او التجويف المخصص للعجينة بهالطريقة تصميم هذا مثلا بقدر احرك هالقطعة اوصل لهذا التصميم شكله لطيف وابتدي اشغل بهالطريقة ممكن اخلي الاصبع بهذا الشكل كنوع من الدزاين او اذا حبيت يقفله بهالطريقة بصير عندي زي الحلقة طبعا بقدر اغير بالتصميم زي ما انا بدي بدخلها الفرن على درجة حرارة 180 من 10 الى 12 دقيقة لغاية ما تاخد لون دهبي حلو وحورجيكم بعد هيك شو الفكرة في تقديمها احنا عنا فكرة كتير مميزة لتقديم هذا البسكوت اشتركوا في القناة